إذن أعزائي ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الدرس وهو إنشاء المثلثات إذن نتبهوا معي جيدا هنا سنبدأ بالعنوى الأول وهو مثلث مختلف الأضلاء إذن مثلث مختلف الأضلاء لدينا حالة سنتطرح إليها وسنتعرف عليها إذن بالنسبة عليه رسم مثلث قياس أطول أطلائه غير معلومة إذن مثلث أرسم مثلث دون أن يكون لدي شرط معين في رسمه يعني أطلعه غير معروفة إذن شكل هذا مثلث أطلعه غير معلومة إذن بالنسبة للمثل الثاني رسم مثلث قياس طول أحد أطلعه أربعة سنتيمتر إذن لا أحضر شيئا أنه ذلك سأرسم أولا أطلعه وأطلعه هنا الأول الذي هو أربعة سنتيمتر إذن بهذه الطريقة وبعد ذلك سأرسم أطلعه الآخرين بدون أن أكون متقيدا بأي شرط إذن سأرسم مثلثا بهذه الطريقة إذن هنا لدي أربعة سنتيمتر إذن بالنسبة للمثال الثالث أو النوع الثالث من المثلثات دائما في نطاق مثلث مختلف الأطلع إذن رسم مثلث قياس طول ضلعه هما إذن هذا المثلث لدينا قياس لضلعين إذن سأحاول رسم الثالث أول وهو 55 سنتيمتر والضلع الثالث أربعة سنتيمتر إذن هنا لاحظوش إذن كيف طريقة المثلث أو المثلث إذن هنا بلع قياس طولي خمسة سنتيمتر وهنا بلع قياس طولي أربعة سنتيمتر الثالث سأقوم بإتمام رسمها المثلث في رسم الثالث 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 الغير معروف إذن أعزائي أن تقلقكم إلى الإحالة الرابعة وإلى رسم المثلث قياس أطول أطلعه هي ثلاثة سنتيمتر أربعة سنتيمتر ثم خمسة سنتيمتر إذن سأرسم أولا خمسة سنتيمتر بواسطة المثلث أو المثلث ولكن بعد ذلك سأرسم الثالث التي يسمي أربعة سنتيمتر وثلاثة سنتيمتر هنا لا بد من استعمال البركار سأحضر في ذلك أنني سأخذ المثلث وسأقوم بفتح البركار أولا أضع شوكة البركار على الصفر ثم أفتح البركار إلى أن أصل إلى ثلاثة سنتيمتر على المثلث بهذه الطريقة أحضر جيدا بعد ذلك سأثبت شوكة البركار على أحد الطرفين هذا هذه القطعة أو الضلث وأرسم هذا القياس يعني القياس فتحة البركار بهذه الطريقة عفوا إذن بعد ذلك سأرسم سأقس الضلع الثاني اللي هو أربعون سنتيمتر دائما بوضع شوكة البركار على أربعون على أربعة سنتيمتر عفوا ثم أضع شوكة البركار في الطرف الآخر من الضلع الأول ثم أرسم تقاطع القوسين إذن هنا لاحظوا جيدا بذلك أحصل على النقطة الثالثة أو الرقص الثالثة المثلث وأصل الضلعين لاحظوا جيدا طريقة إنشاء هذا المثلث الثالثة إذن عسائي لدينا هنا أربعة أربعة حالات بالنسبة لمختلف الأطلع الآن أعود معكم إلى هذه الحالة وسأكتب لكم القياسات الثالثة إذن بهذا سأكون قد قمت بإنشاء جميع حالات مثلث مختلف الأطلع إذن المرحلة القرصة نقدر فيها إلى مثلث عفواً مثلث قائن الزاوية